مرحبا معاكم ايا فيصل ببرنامج بدون فيلتر اليوم حلقة حسرية على البرونزي ميكوب لوك توتوريول راح اوريكم كيف اسوي برونزي ميكوب لوك على بشرة بيضة طبعا ما سويت تان من زمان واباوريكم كيف بمكس الالوان والاشياء اللي راح اسويها عشان اوريكم اني مسجدتان بالبحر زي ما انتو شايفين بشرتي دهنية فراح استخدم برايمر يكون مات عشان اخفي المناطق اللي فيها دهون على بشرتي على T-Zone شايفين بشرتي سايرة مات والدهون المناطق اللي فيها دهون اختفت كلها بعد كذا باستخدم كونسيلر كيفكم تقدروا تستخدموا يا فونديشن يا كونسيلر انا اعتبر هذا اللوك خفيف فاحب استخدم كونسيلر على وجهي اوكي اول شي بحط كونسيلر على هذه المنطقة شوفوا زي ما توا شايفين عندي تصبغات فراح اوزع الكونسيلر على التصبغات شوفوا تراهم هم حبوب تصبغات وطبعا درجة الكنسيلر يلو وطبعا على الجبهة بهذه الطريقة طبعا حطيت كونسيلر على منطقة العين كمان حطيت كونسيلر على تصبغات على المناطق اللي ابغى اخفيهم بعد ما وزعت الكنسيلر احب استخدم فرشة قبل ما استخدم سبونج فباخذ فرشة وبطبطب على كل وجهي عشان اوزع الكنسيلر وشوفوا غمقنا شوي الوجه ام نضع برونز بس لازم نستل شوي غمقنا شوي الوجه ستب باي ستب وزعنا الكنسيلر باستخدر الحين سبونج وعشان الكنسيلر او الفانديشن يثبت اكثر باستخدم سبري بعدين راح استخدم برونزر البرونزر راح يتوزع على الجفن على الشيكس وعلى الجبهة وعلى طبعا الجولاين عشان يكون الوجه برونز وبنفس الوقت كنتور باستخدم برونزر بهذه الطريقة على العظمة عشان ما يكون بشكل اوثر ولازم يكون على العظمة عشان شكل الميكوب يكون نظيف والالوان مناسبة بعد كده باستخدم نفس البرونزر اللي استخدمنا على الوجه باستخدمه على الجفن موسيقى 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 بعد كده بنات باستخدم لوس باودر عشان نثبت الكنسيلر ونثبت البرونزر طبعا انصحكم انكم تستخدموا لوس باودر تكون صفرة شوية موسيقى 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 بعدين اخترت مسكرت الحواجب ما فيها لون لانه ما احتاج اني اغمق حواجبي او افتحهم عشان كده استخدمت مسكرت حواجب شفافة وأمشط حواجبي على فوق لأنه البرونزي ميكوب لوب يعتبر ناترال بعد ما مشط حواجبي حطينا مسكرة راح أحط محدد شفايف وآخر شي بنات وأهم شيء الهايلايتر الاضاءة راح أضيف اضاءة على الجفن على الجفن تقدر يتغير الفرشة وآخر خطوة بعد الاضاءة تقدروا كمان تستخدموا غلوس أو كمان تحطوا آيلاينر بس هذا اللوك زي ما قلت لكم يعتبر لوك خفيف حتى لو برونزي احنا بالصيف ما نبغى نكثر بالاشياء اللي نحطه على الجفن والعيون فعشان كده بستخدم غلوس عشان كل شيء يكون برونزي ويكون غلوي كده أكون خلصة البرونزي ميكوب لوك توتوريال أتمنى أن أعجبكم طبعاً الخطوة الأهم في الميكوب توتوريال هذا يكون البرونزر الهايلايتر والغلوس هذي الخطوات المهمة عشان البرونزي ميكوب لوك يطلع حلو اش رايكم طبعاً عطوني رايكم بالكامل اشتركوا في القناة